وصل صوتك مغشين منك وتنجوش دمزوز حتى الزملاء اللي غادي كده يعملين الواجب وقامين بالواجب وحنا في خدمة بعضنا الكل نحتمل قامت قامت في رقة شرطة البلدية بربي استنى خالي نقول فحاجة الخطوة تسحى بني في منطقة من المناطق اخي الوالي هو اللي عم تقول شهو عدوه رأوا الوالي معه ناس تخدم معه بالحق معناتها خير ملكان اهد الوالي الوالي عنده مسؤولين اللي في المقافي معه في الولاية معه جمعيات معه المواطنين حتى من العامل العامل هذك البسيط اللي يخدم ساعة ساعة في الشارع ولا ينظف ولا يعمل هذك يعمل حاجة الناس كل عنده قيمة في المنظومة والناس كله عنده دواء منظومة. ما المنظومة لازم يحركها. صحيح. هوني اعتقد انا حسب طول ان احكي على الرأي الخاص. المنظومة هي كما اقول احنا بالدرجة المكينة. اي مكينة. المسور ولي عرفش المكينة دي كتخدم. حتى لو كان المكينة مش كانت تمشي بالجداءة ولا مكانتش يدور بالجداءة. هوني المسور يجب يكون يعرف كيفاش المكينة دي كي يحركها ويدورها حتى نتاخد الريد المتاح. بس يا عمر اه عمر منصور ولي ولي تونس وخنا نرجع للعملية متاع البارح اللي هي. نرجع. اللي هي عملية عادية معناها. عادية. 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 مدهمة لمخازن جراجات مخزن فيها دخان. وولقيتوا فيها مبالغ معناها مالية. ثم بعد ان تعطينا التفاصيل كان ممكن سيعمر منصور. اه معمولة الاحتكار وبيع الدخان لمهرب. هيدا كان صحبة فرقة الابحات الاقتصادية تابع ليوزار التجارة. وقبل ما نحكيه على العملية. انه الملف هيدا موجودة على مكتب ولي تونس. والمجلسيتك. على حد علمي. وما تحلش نوك. لهنا اذك عليش نحكي على الارادة السياسية. وسألنا بكري سؤالة عليش ولي تونس. مثلا. عمل العملية من نوعه هذا. اه جهها اوردر من فوق. لا. امر من فوق. لا. وعنده تغطية من فوق. لا. عنده صلاة العليا. وإلا هو من تلقاء نفسه لأنه هذك يدخل فيه سميم واجبه. هل هي سياسة وطنية؟. وإلا كل واحد يعمل هو سياسة اللي راها كيمي راها هو. دونك تلقى واحد خدام ويجيب نتائج وواحد مش خدام لا تذيني لنا ذيك وفقني من المشاكل. سيمو حامد العيفة مدير عام لابحات المراقبة الاقتصادية. مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بكل مزحكا فهمها. سيد ويلي تونس. شكرا جزيلا نعرف العمليات سارت بالتنسيق معناها التام بين ادارة الابحاث والمراقبة الاقتصادية. هنا. الملف هذا مسئل سؤال موجودة على مكتب اللي سابق ولقبل ويظهر لي منذ. ما؟. كنت حب انت يا سيadas كتجاوب! الا سيد ويلي يظهر لي مؤهل أكثر يا انا يظهر لي مؤهل أكثر لانه نعرف انه هناك تقارير وهناك صور وهناك مشايات للوالي السابق واللي قبله وحتى واحد ما اتخذ القرار لانه منعرش خايف مش وقت ومنعرش علاش جاوبني على هذي ثم بعد سيد الوالي يجاوب ذول انت اكثر واحد مؤهل شكرا في الحقيقة هو ما ننزمش انا ننفي او ننأكد الشي اللي قاعد يكون فيه على مستوى الولاية ومركز الولاية سيد المدير العام اليوم ماذا بينا اكثر سراحة شفافية اكثر سراحة شفافية خليني سكلتها المسؤوليتها خليني نكمل سيوا بكر مش نعطيك المعطيات اللي عندي متوفرة عندي أنا كلها وسيد والي على الخط في جهة الاخرى ينزم معناها يعاوني ونزم يعطي معناها ما عندي من معطيات واحنا لانه باش نوضحه للرأي العام معناها بكل شفافية العملية ومخلفاتها وكيفاش ترتب بارك الله وفي بارك الله وفي كاتك صح كوزارة الصناعة معناها والتجارة ومعناها تعرف لانه احنا عنا لجنة وطنية للتزويد والاسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية وهذه تجتمع معناها لجنة وطنية فيها كل اطراف المعنية تجتمع في وزارة التجارة باشرف السيد وزير الصناعة والتجارة وفيها توصيات من بينها هو معناها التصدي للتهريب والتجارة الموازية من مقاومات العمل الهدايا احنا في المجال الهدايا بالنسبة للتبغ تعرف لأنه السوق حاليا وانتي معناها متابعة للشهر العام تعرف لأنه تم اضطراب على مستوى التزويد في هذه المادة وأحنا عندنا معطيات ومعلومات قاعدين نتبعوا فيها عندنا مدة لأنه تم بعض المحلات وبعض المخازن المتواجدة في بعض الأماكن فيها كميات هامة من الطبق سواء المورد بصفة عشوائية والمهرب سواء التونسي اللي معناها أوقع اقتناء من طرف هذوم المتدخلين هذوم بصفة غير قانونية اللي يتخالف التراتيب القانونية المعمول بها في مجال توزيع والتجارة الطبق في الحقيقة احنا بعدما التقصي وبعدما خدينا المعلومات هذوم تحولنا في مرحلة أولى احنا زملاء من الشرطة البلدية وحبينا نقوم بالعملية كما نقوم بكل عمل رقابي عادي في المجال إلا أنه لقينا التصدي ولقينا معنا صد وقاع التهجم علينا وقاع معنا الاعتداء علينا فانسحبنا وعودنا معناها رجعنا بمعناها معظمة من التشكيلات الأمنية كلها واخذينا كمصالحنا تحصلت على إذن من النيابة العمومية بمصالح رزارة التجارة لفتح وخلع هذه المحلات وأخذ البضاعة هذه وحزها واتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية فيها وكان الإشراف مباشرة من طرف المدير العام المنافسة للأبحاث الاقتصادية وكذلك سلة من إطارات رزارة والأعوانها وقمنا بالعمل هذه وأمناها ربما تحت إشراف وتحت حتى متابعة الصحفيين والأخيان الأمنيين والعملية ما زالت جارية وحنا كما قلنا حجزنا فيها حوالي 23 مليون 936 دينار 255 مليون هذا هي ربما معطي الدقيق أن أعطيها لك 23 مليون مليون هذا ما فلوس 23 مليون 23 مليون 23 ألف دينار 23 ألف دينار 936 دينار 955 مليون بالمليون أمانة لحقوق الناس وحز 66347 عالب التجار و 655 كيلو جرام من المعصر والجراك المعد للشيشة هذا هي تقريبا معناها حصيلة العملية كلها وقمنا بإحصائها وجردها وتأمينها معناها في الوكالة الوطنية للتبغ والوقيت وتأمين الفلوس بخزينة الدولة وماش نرفع المخالفات الاقتصادية المعمول بها والمرتكبة وإحالتها للقضاء تبقى للإذن النيابي ما جاوبتنيش على سؤالي سي محمد العيفة ومدير عام لابحاثهم مراقب الاقتداء نعم ما جاوبتنيش إريد كيفاش ما جاوبتنيش على سؤالي الملف هذا كان موجود على مكتب الوالي السابق واللي قبله وما كانتش فم الإرادة السياسية ولا قولي رو ما نجمش نجاوبك ولا ما نحبش نجاوبك خانتعد ما عنديش معطيات باش نجاوبك صراحة بكل صراحة وكل شفافية وأنا على الهواء والناس كل تسمع فيك شكرا جزيلا برك الله وفيك سي محمد العيفة مدير عام لابحاث المراقبة الاقتصادية بوزارة الصناعة والتجارة وزارة التجارة فعلا برك الله وفيك على التدخل والإيضاح كان موجود سيد الوالي سعمر منصور الملف هذا عند من سبقوك ولا وشنوزت جديد انت واضح طوان نجاوبك شوف سيدي طوان نحن نقول نلوجه على البس باسة والزرح لا 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 طوال لابش نجاوبك أنا طوان تسمعني طوان قولك عليش سؤال طوان قولك أنا طوان جاوبك عن إرادة السياسية أنا نحب خاليني فهمك أسمعني طويك شوف المسائل هذه المتعلقة بها النوع من الجرائم هذه طوان نتخلو بعدك شن الجوانب الأجرامية بتاعها هي مشكلة بلاد مشكلة وطن مشكلة دولة باي أحنا هالعوام الأخرانين اللي تفشات فيه الظهر هذه أنا في حتيقاتي الشخصي وأنه نروا معناش كان المشكلة هذه هل خطر العيد الدولة والمؤسسات مش أنا وصير فلان اللي في الهاتف ولا الولي اللي قبل ثم جملة من المشاكل بتروحها فوق مكاتب المسؤولين باي اليوم وقت اللي أنا نرجع بالتوالي ونشوفه المشاكل اللي مرت بها تونس بالعوام الأخرانين نلقاها واللي الملفات اللي اليوم قلم من المفات قبل ملفات تفتح بشوي بشوي ملفات تفتح بالطريق كما نقول واحنا أنا اليوم النجم يكون عندي ملفات ما تروحها قدام بيروية لكن عندي أولويات فيها نجم اليوم نقدم ملف هذا وهذا 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 وملفات أخرى بادة حجم كبير متاع ملفات حجم كبير متاع مشاكل يعني حط له كان ميلاف موجود. يما يزموش نشوفو الميلاف هذا علاش متخدمش. نشوفو الولايش خدمة ميلافات قبله. وولا اولي قبله شخدم مقبله. الوخيان نظم الكل المسلمين كله مش خدمه قبله. نخدمو برش حاجة اخرى. خدموا ميلافات اخرى. احنا اليوم اليوم مش كما عامناوا الوقت هذا. عامنا الوقت هذا مش كما العاملي قبله. احنا قاعدين نمشيو على مستوى المسؤوليات. اعتقد وانه قاعدين نمشيو تحلوه في مشاكل تونس بشوية 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 بيتضافل جميع الجهود. موش المشكلة في ايش بيه ما تحلش. موكي مقلوش ما تحلش. هذا ماذا ميلافات اخرى تحلت. انا قد وقت اللي نمشي من ولاية تونس. بش تلقاني حلية ميلافات وربما ما تلقى ميلاف والاتين والاتاتة ما خلالتش مش تحلهم. موش معناه وانه غابت الايرادة. لكن ثم اولويات وثم برشة مشاكل اللي كل والي يجي يجد هذي كده هذي كده هذي ما يقلتش على الاخرى ولي بعد ويقلت ووصلها. انا نتصور هذي الاشكالية. ولا مش هشكالية ده. هذا هو. انا ما نتصور سعمر منصور. وانا نتصور. ويلي تونس. انا مش هذي الحكاية. الحكاية انا كل ويلي كل مسؤول. ايه ما يكون مسؤول مع ابي بلاستو. ولا يكون مسؤول سمحني جبان. لانو عنا في تونس مسؤولين جبناء. يفتقدوا للشجاعة. ماذا تسمعناها كلمة الجبن سمحوني في العبارة. اما الغالبا ذي كهية مانا. يفتقدوا للشجاعة. عندوا الخوف. الخوف. من انو. لو كان نمس هذيك. تويت العولي هذوك. ونعرف وصارت مشاكل. بل في العاصمة. ووقت اللي حبه. ووقت الانتصاب الفوضوي. وكذا. وعارك وسيوفه. وكذا. ونعرف ونعرف اللي صار. دون كذا كان اينا نخاف. كمسؤول. سمحني نسيب هالبلايس. ما نجدش روحي. هذي هو سؤال. هذا وقت اللي يكون المسؤول يخاف. انا معاك. صحيح. المسؤول اللي خافر ما يقدمش. سيد عمر منصور ويلي تونس بعد الاثنية على البداية. اه الحملة بيش تواصل في في نظرك سيد سيد عمر منصور ويلي تونس. شي يلزمها العاصمة اليوم. اه شوف. شو يلزمها العاصمة لزمها كل شي. العقيقة الحقيقة قولك حاجة. العاصمة متاعنا اليوم شنو اللي فيها بهي. من بيئة. من اللوسخ. من الفوضى. من الحاجات والله يكن اعطيك بعض اللي ديتاي يعني بعض التفاصيل اللي ليتم. نحش مش نقولهم في. عطينا سيد ويلي بلاي خليل نستعلم. مش نقول لك. مش نقول لك. سيفة عامة معني. الناس ساكنة في المادة. الناس ساكنة في الحديقة العومية. العباد ساكنة. قريب يدخلوا في الوزارات وفي الوزارات. الناس تجي معنا يريزكم في المادة ويعملك يعني نصبة ولا اللي هيفنا اللي فوق المادة اللي من غادي. آآ ناس معنا حتى الاملك العومية تفقدت. حتى أنا مشيت لقيت فضاءات مجعولة حداق مرات الخضراء للسكان. نلقاها ولا تقهاوي ولا تريستورونات ولا تآ يعني بفوضة عارمة. فوضة عارمة. اليوم وقت اللي ندور انا في تونس ونشوف كمية الاوسخ نجم نقول لك اللي تونس مردومة بالاوسخ. مردومة بفضلات البناء. لو تمشي. انا عندي جماعتين ولا متى الجماعات. عملت دورة نظر الله بعين المسؤول. مش كما كنت كتونسي. كتونسي ما ندورش خاطر ما يجعني قلبي. ما كمسؤولي زم يندور. وقعت تعرف الترابقت من الحفرة. وليت نقول زي ما نخلت وبيش نزه هذا الكل. اليوم آآ خاصة نقدام المحدودية تمكنك الدولة. بالرغم اللي الدولة عاملة مجهود كبير وحاطة يعني مجهد الكلو. في المشاكل. اعتاكم امكانيات مؤخرا لن وزارة البيع. صحيح. لكن كيف تشوفوا حجم الوسخ رأوا. تقول نخلت وزعم مش نزه هذا الكل. يعني اللي وسخ اكثر من الامكانيات. بللي تعمل. انا المدن الاخرانية والحقيقة بشو قلك. يعني ان 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 حي برش هراء والمجهود نتعلو خيان الكل اللي ياخد مفيد. دولة من الصغير اللي الكبير. اللي عمدين مجهود كبير ياسر. ويظهر اللي السادة المواطنين قاعدين يشوفو فيهم يوميا. هاهم يتعدو في الشوارع ويشوفو فيهم. وقاعدين تراو اللي الدنيا بدات تترج على هنظافة. اه اخزر انت كتب دماشي مثلا تروتيكس ولا في طريق المار صغيره. طوى ترقة الدنيا بدات تحسل في الافيردور. ترا دنيا في الدنيا. ني مطرد خضرة. لا. انا مليش حكى مطرد وقت اللي يثبت. ما هزتش اللاكوة متاع الوسخ. ومتاع قاعدين يخضرة معني. اما هزا ثم ناس خدمته وقاعدة تخدم ليل ونهار وقاعدة تتوضح ولا ذا من الجوشي خاطر تنسى تنسى قاعدين يراو فيه. دونك اليوم كيف نجي وشوفو هالوضع هزايا نقول لك انا مني مش نبدا ومني مش نفاو. نجي ولا ننتساب الفوضى ولا تحب تجي للمرشي باراليل ولا تحب تجي للخروج على القانون بصفة عامة. يعني ولت حاجة تشقول مبدأ هو الفوضى والخروج القانون الاستثناء هو وانو ثم انضباط وانو ثم. اراجع على شنو هزا. شوف اه الحكاية قبل ما تكون حكاية. المسؤولين تمالح هو اللي وخايفين. شوف الناس كلها بشارك. الناس كلها بشاركة. فانا بداينا ناخذ بالمواطن. طوى المواطن انا مثلا شو نقوله طوي. نقوله بربي عاون طوى بلي تقدر. هيك بلدنا بدت العاصمة تتظهر. عاون. يا سيدي حتى ما تعاونش بحاجة. عاون واناك يا سيد راك انت هنا راك في واقد راك حاطة كراسيك. متع قوتك بي جنين. حديقة عومي. عايش خوية. بكل حسنة. وبكل ما طيبة. هز كراسيك وشد اللي 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 قلنا لك عليه. قلت لك عليه للبلدية. كنت عتي اختيه به. لا ايجو قولك. انا هبش قولك الحقيقة. واذا قلت والبعض البرشة بخيان. مايش اختيه فقط. بالنسبة للناس هذو مراني بش نمر للغلق. فما ناس خطينا. كلمناهم بشي نالهم. كمسهولين. حكي نالهم قلنا لهم بربي راك انت بوقعتك تهناء. خلي الم المرة يتعداهم معاك. خلي ترفضها للناس. خلي هذا. بو. اللي انتفاجئوا انهم غدوهم بعض غدوة ترقى نفس الشيء. وبعض غدوين ترقى نفس الشيء. انا مش اقول لك بصراحة بكل صدق. بالنسبة للفضاية هذه وبالنسبة للناس هذه المستغلة للفضاية. اللي انت مايحب يسمع كلام قانون القضية الغلق بش عمدو الغلق. الانتصاب العشوائي اليوم وخليني قبل نصر به. اليوم انت سيد الوالي في في رأيك ونعرف ان المسألة متعنيكش وحتك. بالنسبة لي الكل ما هو منتجات مهربة معروضة على قريعة الطريق. لا نعلم مصدرها. ولا نعلم اه معناها اه اذا ذوي حد وزار التجارة ما تعرفش اللي مدى اه اضرارها بصحة المواطن وكذا. ومعروضة له. ومعروضة له. وهذه ستان جروند وصيره ليزم اليوم. كلنا الكلنا نكون واعين بيه ونصور اناتوا نسوا واعين بيه. اليوم ثم برشة ببضايا طوى اللي بش نبيعوا بضايا بها صحة وفرحة. سيبقى موش مشكل. فامتني. لكن وانو اليوم قتل نجي وشوفوا بضايا الموجودة. واذا كله معروف. ثم بضايا سامة. ثم بضايا فيها مواد كيميوية. رخيصة ياسر هي. لكن مش عارف. نعطيك حاجة. كل الادوات تجميل مثلا اللي تشوفيه متباعه بزفرنج. ابان برشوفوا مطار متاعهم. ولو عبطة صغار. عن انوية متاع الدخان مثلا فيها فيها الدخان. هذه خاصة مستورد بطريقة خلصة. هي مواد ذرة بالصحة باش نقول شي بها. يعني مقاتير ياسر على على الصحة. شوفوا. عندكم خطة اليوم واضحة. شوف ايجا قولك عجب. كيف ناخذوا النصبة. رايك النصبة هدي كمين جاية هي. منين متأتية. متأتية من مستودع. ومستو متأتية من ترافيك كبير ياسر. واش نوع روي هالتهريب وهالكونترا وهالمرشيب راي وكله. هي رايك نش تقول روي نوع من الجريمة المنظمة. شكل من اشكال الجريمة المنظمة. اخطبوط كامل تلقاها ما صغير للكبير وانتي ماشي. باي. اليوم بالنسبة لينا وبالنسبة ذات للخيانة اللي معايا. يزمنا نمشيوا اكثر في العمق. المشكلة مش مرهونة في في كالتروتوار ولا في المادة اليوم بش نمشيوا لما اعمق. بش نمشيوا لما اكبر. وذلك علشة. مشينا للمحلات هذية ولي نقول لك الحقيقة انا 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 بحلتنا عليهم وعرفناهم. فهمت وليوم يزمنا نمشيوا لهال فضاء هالمساحات هذية وهالبرتمانات وهالدبوات وهدالي هذية التي تخفي ما تخفي من السلعة المهربة من السلعة الرديئة. وانتم تشدوا وهو ما يعودوا يجيبوا. ثم تفكوا وهو ما يعودوا يجيبوا. المشكلة لانه وقت يجيني انا سمعني سعمر منصور. انا حد كاردونا. ولا حد الطاولة هكاية ونصب عليها حد فهمنا على شنوها مواد. الله هو اعلم بيها شنو الماظر نتيحها. اذا كان انتي اليوم تجي تمنعني انا بش ننصب بيها وتقول لي اعطيني شهادة الاصل منين جبت هذي. انا معاش نجم ابيحها. مش تمنعني. مش ترقبني. انا مش ولي عندي صعوبات باش نبيحها. السيدة ذيك معاش نجم يجيبها. دونك انتو مع عندكم تماشيني اذا نشدوا الروس الكبار. حتى هذوكم زيتها امنعوا بش يبيحها. الروس الكبار معاش يجيبو. احنا احنا ما انا باي برنية حت حد راب. اليوم نسكول تبيع. قليعة الطريقة. شوف ايجي قلك حاجة. و مش تعملو لهم زادة مش تعملو لهم اليوم مش تنظموهم وتعطينهم فضائت وين ينصبوا. لا 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 شوف. ثم كل حاجة بوقعها. وانك تكون عندك فضاء. مش تاجر في حاجة. بين انك تبيع الممنوع حاجة اخر رو حتى اللي مش النص يدخل مجازان اللي هو يخلص يبطين ده وامروا قانوني كيف يبيع حاجة مش قانوني سمحنا ما تبيعش مش مشكلة رو ان نصبه نصبه نعمل له مكان بشي يستخدم منه لكن يزمه يمتثل فما فضائت خاصة بالتونس العاصمة اللي تحوي المنتصبين في الانهج والشوارع والعدد الكبير للتجار غير المنتظمين اللي تعطل حركة المرور والسيارات والمواطنين وضعف زادها فمشاكل اثروا على التجار اللي خلصوا في ادائيات البلدية وانبو دنيا وخلصوا في خدامة وكذا دونك اثروا عليهم ووقتيش بش تكون حاضرة هذي هالفضايات فضائت هذي ان شاء الله تحضر من هنا ربما ما نسبقش الأعداث هاوش بش 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 قولك حاش بنسبة للفضايات هذية ماكتعرف حنا وقتلي بش نخدمهم بش نخدمهم بالطريقة القانونية الإدارية احنا الغالب القانون القوانين الإدارية انا فيها برشة إجرات وبرشة مراحل شوية وقت بد بيعتها وزيتم ديتوش فيهما لا 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 بديننا ننكور فهمني بديننا بديننا ننكور بقاها شو نعمل قاعدين نحاولوا نسرعوا في الأجرات يعني كما نقولوا اذا كان احنا عنا مرحلة من مراحل تستعر قصة شهر يا أخيين فيها بس كنديدو في شهر رحل شو المطلوب فما بنية مشتبنية وكذا لا 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 ثم فضايات يزمها نحذروها 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 نحطوه فيها البلايس اللي الناس ماories تحط علها سلعتها وس Russi تتغطى نحطو فيها Ojai تتغطى نعملو فيها بويوت راحة نعملو فيها ثم تجهيزات تعملوا سوق معنا تعملوا سوق ساحايتك هذا يزمه وين هذي بسي تعمل هذا يزمه من نقصاء هذا يزمه مقولين هذا يزمه فهم مين بسي تعمل هذه من environ why isda اننا عامنا تلاث روابيات ما زالنا نحصروا فيهم اللي قاعدين نحذروا فيها ونتفقوا عليها باش نحطوا فيها الوخيان ونستقبلتهم رأول الوخيان في التجارة ذي المنتصبين هذوم الشارعي وفهمتهم وكانوا متفاهمين لحقيقة وقاعدنا بعضنا وهذا قلت لهم من حيث كنتم مش بين ذي بعض ومن حيث نحن نسعاه باش نوفر فضلت هذي فضلت هذي باش نوفرها للناس اللي مقايدة في القائمة باتبيعتها ولنهم الناس المعروفين لما جاهد رأوا بوضيك باش يكونوا خمسمائة ولا وتساثالاف وحنا عنا قوائم باش نشوفها وهذوك من الناس اللي مش نوفروا من الفضايات المناسبة هم طويقا ملتزمين قاعدين كيجوكم نسخرين من بعدين تصبوا في الشارع لا واخدنا مليوني رعبوا عندي لا واخدنا مليوني رعبوا عندي لا ماشي احنا عنا قوائم موجودة الدولة متعاهدة مقبل معاهم عند تعاودات معاهم الدولة تواصل تعاوداتها ت sittموfive نسمي الموضوع دائ源 السيد عمر منصور Wualey Tunes المسالك سياحية قولي اليوم زادة كيف كيف ماشيين في انها معاش فيها نصابة تقريبا تقريبا معاش كنأخدو المسالك السياحية على الاقل عاطليني في المدين العربي في المدين العربي لا كيف نأخدو المسالك السياحية للمدين العربي شنقوله فيها نصابة مافياش حاجة كبيرة وين كانت النصابة كانت النصابة موجودة في المسالك السياحي الكبير أحب أن نحييك على شيء آخر سيد لويلي والتي هي بانية في وسط الله كل من تعدى فما مرة الحق بكتني قلت أنه معلم كيف من هذاك تاريخي وسألت عليه كذا وهو محمية للحمام ومنع شنوه هو تابع للجيش وقالوا لي أنه تابع للجيش وكذا تابع للوزارة الدفاع ومع الشروط قلت ليش هذيك بي نجمشي يكون بلاسة أنه الناس تمشي تشوف فيها حاجة وتمشي بطريقة تقليدية ونمشيوا بالليبارك وبالنظام ونمشيوا بالفلايك الصغار ثم الناس بتستقات في الترانسبور وتمشي واحد يعمل قهوة غادي وكذا معناها تخلق حركية في العاصمة وصورة ممتازة يسر كي سمعت أنه صار فيها كسبكتاكل هذيك هذيك العرض للأوركستر السامفوني وكسرت بالدعوات وكله وبارسلاك مع ظهرة الثقافة فرحت شون تاريخها الحكاية وين ماشي؟ تاريخ البقعة أو تاريخ الحكاية؟ البقعة والحكاية لا لا مش تاريخ البقعة تاريخ الحكاية تاريخ البقعة هو حلقة من تاريخ المجيد منتع بلادنا اللي يجب أن نعرفوه التاريخ الحكاية هي والله الحقيقة أنا ما زلت كيف عندي أيامات من الشديد في ليتونس نجاح هذي سيد مندو بالثقافة محمد ديجويني؟ نحيوه برشا وعطيته برنامج العمال المتاعي شون برنامج العمال المتاعي؟ هو أنا نسع نبدأه بنظافة الشوارع ونظافة البيئة وبعد باش تحل محلها التدورات الثقافية مع وزارة الثقافة وسيدة وزيرة الثقافة سيد وزير الثقافة والجماعيات زادة كيف كيف يعني الناس كلها اللي عندما تقول في الثقافة باش يتبضلوا ودير عنا بادرة باش عملوها بيانتون إن شاء الله في الولايات اللي هنحكو عليها في وقتها والله يقولك حقيقة لمحة شوف عنا عنا برشة برشة علامات مضيئة في الفن في تونس وليش مجيوش يعانونهم ليش مجيوش نقدو بعضنا ونعملو حاجة للأجيالنا ونعملو حاجة للفضائيات الثقافية متاعنا وليش مجيوش نعملو حاجة بيش ننهذوا بالثقافة في تونس ونقول وكان اه والله شب Leah ثقافة ماذا مجي هاي أخوية يجوا ونقضوا كنا على التاولة ونجيب وك العازفين الكذا البحيد اللي يعزبوا على كذيه ونحطوهم في الشارع علي فكرة كذيه ونحطوهم في الشارع ويحط قديم مصحي ناكيه لا 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 بشو بشو تماشي هذن بارك أنا وقتين نحكي على الثقافة نحكي على هذن ونحكي على الفضاءات اللي يجب أن يكون متكبة للمقه الثقافي عملنا مثل في هاريان مقه الثقافي عملنا فضاء مزيان ياسر وعملنا فيه كشك فيه كتب موجود أكثر من فضاء في هاريان مغروم بالنصر نفكر وقت ذا عملنا وقتين موجودة أنا وسيد منذوب الثقافة دا سيدي جيبا ديكو عملنا نظفنا قدينا ولا مزيان برشا يعني الفضاء الرسم مش ثقافة الرجع لي للجزيرة رجع لي للجزيرة قاعدنا نحكي على تظاهرة ثقافية عملتها الثقافة هي الفرقة السنفونية ذا كالفضاء اللي باش يكون مناسب جاءت الحكاية متاع الزيرت الشكلي اللي والله الحقيقة أنا بيجي منعرف إيش يا أخي قلتوا خليني نمشي نشوفها جزيرة الشكلي من بين الاختراحات اللي قدموا لي سيد المندومة بشوفوا در تقعفة بشوفوا قاعفة بشوفوا قلتوا هشوفوا أهل بغضوا امشينا أصباح حتى الوقت الدنيا عشاية وبغض ديكا أصباح امشينا كدخلت بالمكان أنا من السنة نتعدم إنه عمر مجالبالي اللي ورا الأبوبة ديكا ثم أنه ترموت دخلت على ديكا نلقى بوحي مزينا ياسر يعملوا فكل البلانش مزينا ياسر وخسرت على ديكا نلقى معلم تاريخي كبير ياسر ممتاز ياسر بوح قد هنالنا تكون فرصة تكون فرصة بش سعى خلي نعرفه بالمعلم التاريخي المعلم التاريخي يرى هو في اللغرب هو ملك التوانسة معلم التاريخي يرى هو ملك إنه هو حاجة مفخر اللي نحن وحنا ما نعرفه على الأقل يزا ما نعرفه يقعد طريقة استغلالها من قبل التونسي وقلتها ديكا قبل ويجب أن نقعد مع بعضنا الناس المسؤولين والمعنيين بالموضوع ونلقى ونعملوا دراسة وقعدة تتخدم هالنهارين هذومة قريب تحضر كيفاش نحافظه على الموقع نحافظه على الجمالية بتاعه نحافظه على تاريخه ونحافظه حتى على الحيوانية اللي موجودة غديك البجعات اللي يجيونا في وقت معين من العام مع الحفاظ هذير كله كيفاش تعملوا برامج اللي باش نخموا فقط وانا ممكن تشغل باشتغل ياسر ناس لكن المهم انه تسمح للتونسي باش يدخلوا يعني بطريقة منظمة وأجياننا وصغارنا يراوا الفضاء تضيئ وروعنا منها برشة فضاء تخرى الحقيقة أنا ولاية تونس سمحت لي باش مشيت البعض بلايس اللي مكنتش نعتقد اللي تونس فيها فضايتك هذي قلت علاش يا رسول الله تونسي يقولوا مع الناس بلايس أدركوا احنا عنا بلايس خير حتى من فضايت الناس في العاصمة ماي ناس تخاف ولا تخاف الناس لا 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 بس بالنسبة للأمن أنا نحيي كل القوات اللي عملوا بجد عملوا بنشاط كبير في كل وقت طوي كاني كوالي وليت ندخرج أكثر ونظر لك هم متواجدين وتونسي نحس دونك من ناحية الأمنية بقدرة بلا بس هذي 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 وبقدر ربي ان شاء الله احنا شوف يقول كلمة نحب نقولها بربي ماذا بينا الساعة وانسا كلهم يكونوا فهمين اللي العمل انتعنا راو صعيب ثم معادلة يزمنا نقدمها للرأي العام راو شوف اليوم اذا كان عنا نحبه نقضيه على مظاهر الفوضى والوسخ والردم راهو دايما نجمش يكون راهو بلايش ثم فتورة اذا كان اليوم شنو نقوله نسايبه الماء على البطيخ ونقول وقال شنو اللي يتكلمه ويقول لك هذا حال اجتماعي ويقول لك برامج الاجتماعية بقعتها والبلايش بقعتها كل اللي راو كلتها الفكرات هذي ماذا بيكونوا نتوازكونا متحسين ماذا بي نسكننا وخيان ونتعاونوا وماذا بينا معانا تنحلوا مشاكل الناس هذوموا بالطريقة المنطقية والمعقولة والدولة يزمها تكون واقفة لتنفيذ القانون ولتحقيق المصح العام شكرا سيد عمر منصور اليتونس